طب ليه دولة يا فندم ما استحملتش يعني ده حراك بتشيل من على كهل الدولة مسؤولات كبيرة جدا بتدي السلطات للجامعيات العمومية وبتدي حاجة كتير جدا ونستقلل ليه الدولة مشكلة الدولة انها دولة مش حاجة تبعد عن حاجة هي مش تبعد يعني تبعد تغش تبيع سندرشات فول تبيع مجمعات سهلاكية هي مفهوم الدولة في الدول بتعامل النامية هي ده المفهوم ده الاسف كونسبت اللي موجود ده خلط يا فندم طبعا يعني طبعا مفيش خلاف انا انا ضد هزا الكلام ونقلت كلام كتير وكتبت طبعا فيه كلام كتير فانت بتتكلم النهاردة يعني ايه شو بدأ ازاي من قام مهانسي حسن سقر يعني انا وانا موجود حاولت اعمل قانون الرياضة كل وزير فينا عمل لوايح مم مش هستكلم على نفسي ودوري وايه وكلام ده لا لكن على سبيل المثال كان كان الماسكي القانون بيعمله اياميها مسلا اه الارحم مشار مهر الجندي مم الناس كبيرة وكان صالح سليم معانا في اللجنة حضرتك اوما ان ادخلت الشباب بتاقيقلي التلاتة التلاتة اه التلاتة انا اللي عندهم اه اه وصالح سليم كان زعلام مني اهو فيه ايامية ليه ما كان رفضها الله اه كان ضد الفكرة تمام اه ضد الفكرة انه الشباب دول يخشوا في اله في اله وفي الاخر اقتنع بقى لانه المجموعة اللي طلعت اه شم شم اه العمري فاروق العمري العمري وكان فيه كما واحد كمان اللي كفراوي لا لا اللي كان بتاع السياسة هشم هشم سعيد اه هشم سعيد تلاتة اربعة كده والزمالك كان فيه كم واحد صغيرين برده مجموعة كان صغيرة وكان قرار انا واعتبره وبعين جاء بقى الوزير بعد شاله ها كالعادة يعني لغى التلاتة